السلام عليكم هلي فيكم في فيديو جديد اليوم سنتكلم معكم عن النسخة النهائية 30.5 مزلت قبل شوي النسخة اللي اعتبر الجيم او المطورين هذه النسخة اللي بتنزل بالضبط هي اللي بتنزل حق الكل رح نتكلم بعد شوي متى بتنزل حق الكل وكل شي فلو نخشي العديدات نروح عام نروح حول نشوف الاصدار الاصدار اللي قبل النسخة هذي كان في نهاية ايه وتكلمنا قلنا لكم ايه يعني قربت النسخة النهائية حي النسخة النهائية مثل ما نشوف خلاص راح الايه كلمة الايه في النهاية فيعتبر هذي النسخة اللي بدون حرف في النهاية هذه النسخة بالضبط اللي بتنزل حق الكل اوكي نشوف لو ننزل تحت نشوف المودم او مودم لاقت شبكة هل في تحديث ولا لا لو نشوف النسخة طبعا من النسخة قبل النهائية للنهائية للبيت المطورين ما في تغيير لكن اذا انت على اليوس ثيرتين بوينت فور بوينت وين ففي تغيير ترى يعني لا تشوف انه ما في تغيير هنا للبلت او المودم فروني راح يكون في تغيير تحديث لحق الشبكة كان عندك عطل في الشبكة في الوايرلس في البلوتوث فيه تحسين طيب طبعا النسخة هذي نقز من النسخة البيتا اللي كنت عليها انا الى هذي خذت مني تغريبا اربعة قيقة ليش؟ انه هذي النسخة النهائية حين اعتبر انا مش على النسخة البيتا على النسخة النهائية اعتبر اللي بتنزل حق الكل لو بنشوف التحديدات باشي اللي نزلت جديدة كبداية ابل تقولك اننا حدثنا الفيستايم تكلمنا عنها ان الفيستايم لو تخش العيدات بتنزل تحت راح اقل الفيستايم راح تشوف خيار هنا مثل ما نشوف انه اذا كنت تكلم اشخاص مثلا في الفيستايم اي شخص يتكلم تكبرت الصورة حقتها فتقدر توقفه وتطفيها من هنا بكيف كنت وبرضو خيار الثاني في الفيستايم اي دي اشخاص الكل يعرف ان احين اكتر اشخاص يلبسون ماسك على الوجه بسبب كورونا فحين بدل ما انك مثلا فاتح كورونا بما انك مثلا لابس الماسك وتبتح الجهاز يعلق الجهاز يقولك اوكي لانا ما يقدر يقرأ الفيستايم اي دي فيقولك مرة ثاني سوا مرتين ثلاث مرتين يطلع لك الرمز الكود عشان تدخله فحين لا خلاص بس يرفعي يشوف عندك لابس ماسك يقولك دخل الرمز على طول فاب طريقة اسرع وبرضو الشي اللي قوي في النسخة هذه او الشي اللي قبل انقذت من 13.4.5 الى 13.5 يعني الميجور على وهي الكورونا او ميزة تعقب كورونا او نخش العديدات نروح الخصوصية مثل ما نشوف نروح حق صحتي راح نشوف هنا تسجيل مخالطة المصابين بمرض كوفيد 19 مثل ما نشوف طبعا حسب الدولة حقتك اذا بيتشتغل او ما تشتغل طبعا ليش قبل ما تشقلها في جميع الدول لان الدولة نفسه لازم تكلم قبل وتقولها انه نبيذ الميزة او لا يعني مش بكيف قبل تشقلها حق جميع الدول لا ممكن احيانا بعض الدول ما يرضون الاشياء ذي فهنا معروف وهنا الترجمة وكل شي بالضبط وش الميزات والاشياء ذي اللي شقلتهم لازم يكون عندك بعض البرامج مثل النسخة اللي قبل انا ما كانت تشتغل عندي في المنطقتي معاني في امريكا لكن مع التعريفات نشتغلها فنشوف احين قدام ش بتسوي الشرح الممل لها سويت لكم في اليوتيوب قبل نسختين مثل ثلاث نسخ عنش كيف تشقلها وكيف الاشياء اللي تستخدمها والبياخد بياناتك كلما ياخد بياناتك البرامج والبيانات يكون عندك هنا مسجلة بعدين وتشوفهم وكيف تحذفهم يدوي البرامج اللي راح تبتهم والبرامج اللي راح ياخدون معلومات وكلما راح ياخدونه وشي المعلومات اللي راح ياخدونها كل شي موجودة هنا بالضبط فهذه الميزة برضو برضو في ميزة بس موش موجودة لحق الكل يعني تقريبا ببعض الدول مثل امريكا وغيرها تكلمت لكم عن ال اي دي لو تخش العدادات نشوف هنا الطوارئ والس او اس طبعا مثل ما قلت لكم مش كل الدول لو تخش هنا تشوف الطوارئ لو تحطاها ومعلوماتك هنا مثلا احط مثلا رقم الارقام فلو لا قدر لا يصرك شي ولا شي تقدر الشخص مثلا عنده جهازك والضغط المطول كذا مثل ما نشوف يقدر يشكل الطوارئ يقدر يشوف معلومات حقتك بعدين المعلومات شن هذي مثلا انت اللي حطتها مثلا فصيلة الدم لقدرها طايحة وشي يعطيك مفصيلة الدم يعطيك الطول يعطيك الاشياء كلها فتكون موجودة هنا ورقم الشخص مثلا واحد من الاهل يدق عليه ضروري فموجود يكون هنا مش موجودة لحق كل الدور طبعا فتغريبا هذي كل الميزات في ميزات خفيفة مثلا البريد عدلوه البرا برا عدلوها في الميوزك لو عندك هنا ميوزك او شي تقدر تسوي لها مشاركة على الستوري في الانستجرام فلو تضغط مشاركة رح يطلع لك خيار الانستجرام احين هنا بضط هنا المزيد رح يطلع لك خيار الانستجرام وتقدر تسوي لها مشاركة على الستوري في الانستجرام الاغنية نفسها هذا ميزات خذيفة موجودة لكن كنهاية ممتاز الاصدار ممتاز لا يوجد أي تعليق لا يوجد أي شيء بالنسبة لي اصدار أفضل اصدارات الـ IOS 13 طبعاً الكل يعرف أن نهاية أي اصدار ينزل يكون أفضل اصدار يعني 13 نزل 13.1 13.2 13.5 هذا يكون آخر اصدار يعتبر أو قرب للأخير إذا ما نزله اصدار ثاني فيعتبر هذا أفضل اصدار إذا أنت على 13 أنا نصحك تروح الـ IOS 13.5 نخش لكم نشوف الـ Geekbench طيب نروح Geekbench 5 نفتحها نروح الـ History نشوف هنا بديت معاكم هذا الـ 18 اليوم هذا اللي سويته لو ننزل تحت إصدار اللي قبل اللي قبل وبنشوف في قفزة في Single Core أو النواء الواحدة كان 1333 أحين 1331 ما يفرق في الملتي كور جميع النوات الـ 3108 أحين 3480 في قفزة 300 هذا في الـ CPU نشوف في الـ Metal 18 هذا اليوم وهذا اللي قبل ها قبل أسبوع في رجوع مش في قفزة قبل كان في قفزة مثل ما نشوف على نفس النسخة التجريبية لكن اللي قبل الأخيرة والأخيرة يعتبر نزول 200 ما يعتبر نزول ذاكي نزول هو أسوي مرة ثانية يمكن يتعدل على حسب حرارة الجهاز على حسب وقت استخدامك أو وقت عملك أنتوتو أكثر أشخاص يحبوا أنتوتو فلو نفتح الأنتوتو هنا ونشوف المغارنة معاكم مع الأنتوتو النسخة اللي قبل النهائية و النسخة النهائية النسخة اللي قبل النهائية مثل ما نشوف عندكم هنا طالع كل شيء هذه وهذه النسخة النهائية اللي بتنزل حق الكل لو نضط عليه نسوي نفس الخيارات مثل ما نشوف 52-49 ففي قفزة شوي طبعا عادي أنت تنزل النسخة هذه وعندك iPhone 11 Pro Max من الأيفون اللي لا تستخدمه بيطلع لك الرقم غير عادي على حسب حرارة جهازك على حسب البرامج اللي فتحهم والأشياء ذي لأنه سوي مرة ثانية يمكن ينزل الآن يرقع عادي فالمهم أنه بيكون على حدود من الثمانية ربعين أو سبعة وربعين إلي 52 يمكن أكثر مني بشوي فهذه الميزات كلها اللي بتكون على الثيرتين وينتفايف متى بينزل الثيرتين وينتفايف أنا ما دري ليش الأشخاص اللي يشوفون البوستات اللي أحطهم في اليوتيوب يقرونها بكلام ثاني أنا ما فهم كيف الكلام اللي أنا كتبه بكلام لكن أشخاص يقرونها بكلمة ثانية يقول لا أنت اللي قلت ما دري كيف المهم لو نخش المنتدى العماكن اللي أكتب فيها مثلا كتبت أنا وصلت نسخ الجيم أوكي للمطورين بعض الأشخاص يقول لك ما نزلت عندي ما دري ليش النسخ النهائية للمطورين ممكن توصل بعد قليل شب حاطج بتقول سين كلمة ممكن وكلمة نوصلت يعني في أشياء أكتبها مثلا هنا أوكي كتبت لكم أن IOS 13.5 ممكن رح ينزل يوم الثلاثاء القادم اللي هو اليوم رح يكون عندكم في السعودية أو دول الخليج كتكتب ممكن مع الإشعاعات مع الإخبار على الكلام اللي هنا المكتوب أنه رح ينزل مع 30.5 اللي بيكون في Tuesday مثل ما نشوف أخبار أنا شرق مياها يعني أنا في النهاية software ما حد يعرف بالضبط ما تبي ينزل لكن الإشعاعات الموجودة يمكن ينزل بكرة اللي عندي بكرة وأنتو عندكم اليوم فعلى حسب الوقت نقدر منقول الثلاثاء يمكن الربوع بعض الشخص يقول لك الثلاثاء بعض الشخص يقول لك ربوع بعض الشخص يقول لك أسبوع العالجا Big بس ما توقع أسبوع الجاي أنا أتوقع اليومين اللي جايين ديلي توقع ممكن أوكي كلمة ممكن أخير لازم يضح بلا kot لكن النسخ النهائي نزلت عندنا ممكن برضو بكرة أو بعد بكرة هذا الوقت هنا أو الأسبوع يمكن ما تنزل يمكن أبوك توقفكم على ما دل يعني تعبت وأنا أقول لكم ممكن لا يكتبون لي أنت لا أنا قلت ممكن أنا أشوف الأخبار لتطلع والأشخاص اللي يتكلمون ماذا لأن الأخبار طلعت إنه بكرة لكن في أشخاص يقول لك لا يمكن بعد بكرة في شخص طلع يقول لك لا يمكن أسبوع الجاي أوكي خلص الموضوع هذا ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في الغناة ونشر المقطع وعمل ليك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني وفضل دعاكم والاشتراك حسابي في سناب شات تشارك في طباتكم والسلام عليكم